طيب فنقول بنوصي بقى ايه في الشاشات ديت ان احنا حقيقة كل تلت ساعة قعدناها على الشاشة نحاول نريحينينا بمقدار على الاقل خمس دقايق كنا بنقول عشرين سنية ونبص على مسافة عشرين متر وقواعد وضيعت في الفترات الاخيرة لكن مع ذلك يعني يبص يشب اللاب او الشاشة ويبص بعيد يعني ويبص بعيد يفك عضلات عين ومن وضع العين وده معناه لماذا يبص بعيد علشان الوضع القريب الرؤية القريبة مجهدة للعين العين زي اللي جان كده مشدودة على وضع معين فانا افكها للوضع الطبيعي الرؤية البعيدة افضل اول مفروض العين تشوف ابعد يعني مفروض وانا بقرأ معاملش كده يبقى الورق كده مثلا يبقى اريح لها الوضع البعيد للوضع الطبيعي الوضع الطبيعي للنسان ينظر الى المالة نهاية لكن الوضع القريب فيه جهاد للعين واستهلاك لعضلات العين كسافة وده مما يسبب الصداع غير الجفاف طيب إيه اللي يعمل الجفاف ممكن تعرضه للشاشات بقى في فترة دي يعني أنا لو بقرأ في كتب أو قراءة عادية بدون شاشات لأ هنا ممكن يبقى فيه ترتيب أفضل نوعا ما من استعمالي للشاشة اللي هي مصدر للضوء والحرارة فبتطلع الوهج أو الإضاءة ديت حرارة في حد ذاتها بتجفف سطح العين اللي أصلا المساحات بتاعته إيه قلت نتيجة الفوكس أو التركيز اللي أنا بعمله على القراية طيب أنا عارف أنه هاتك لقرأات ضخمة جدا في التاريخ والثقافة والحضارة كان زمان هاتك العلماء يقولك بقى أقل في 20 مجلد و40 مجلد وساب ربعمائة ألف صفحة مهوكد استهلك عينه وعلى شمع وعلى شمع وعلى شمع بالضبط جانوا مشكلة في العين ليه هو قد يكون موصل لناش ولكا عيونهم أحلى يعني ولكن كان الواضح برته أفضل يعني قد يكون هو طبعا ما كانش عنده تكنولوجيا والكتاب والإضاءة طبيعية أفضل من التكنولوجيا والشاشات اللي معنا دي بل زرط إن الإضاءة كانت طبيعية وهنا يعني الضوء ما كانش في وشه ما كانش بالمقابل لعينه تخيل لحد ذلك الإنسان اللي بيسوق عربية فهو الإضاءة بالنسبة له لما تكون من عربيته هو للشارع أفضل من إضاءة مقابلة له من حد دارب نور في عينه هو الفرض الإنسان يعني الإضاءة تنزل على الجسم ولا على العين لا تنزل على الجسم يعني الإنسان يرى بإيه بسقوط الضوء على الأشياء الأصابة ومش على العين فتخيل الحركة لو إن الإضاءة اللي حولينا كلها أغلقت مش هنشوف بعض مش هنشوف بعض العين عندهاش فلاش مش بتطلع فلاش عشان تضيق لي اللي قدامي وانا أشوف زي العربية كده لا إنما الضوء سقط على حضرتك ثم هو سقط علي أنا فشوفنا بعض وكذلك قدامنا وبالتالي الإنسان مثلا الطالب اللي بيذاكر ونقول له لا بلاش نور الموبايل خلي فيه نور جاي على الكتاب اللي أنت بتقرأه أو نور جاي من فوق طبيعي لكن مش في مقابل ما أعظم خلق الله وضه طبعا سبحان الله والعين بتتكيف مع الوضع ده يعني خلي النور يبقى جاي من فوق خلي النور جاي من وراك أو من جنبك ولكن مش على عينك إنما على المصدر اللي أنت هتقرأه ده فيه رحة إلى حد المان العيني طبعا العين بتتكيف على الوضع ده وبتبقى جميل جدا لكن إضاءة يعني كده اللي أخوا في الاستوديو بيؤذونا بالكشفات دي طبعا لا كدتا الخير بمجده مش شكرا فهينا بنقول للناس اللي بتقعد على الشاشات فترات طويلة يريح يريح كل 20 دقيقة 5 دقايق ويبص لبيت لبيت ويحاول يرمش يعني جدا يريت يبقى دي عادة عنده يعني أحيانا يحاول يعملها بالممارسة والتكرار إن شاء الله كامل ممكن يتعود عليها فده أفضل لترتيب العين تمام وبنصل في بعض الحالات الحرجة من الموضوع ده إلى استعمال أطراط مرتبة أو عمل حتى كمادات وده من ألطف الحاجات الموجودة والمتاح حوالينا في كل مكان كاسة مية بردة أو ما شابه وأعملها على عين كمادات ما يصنع ومن خدرة ربنا وأعجازه في خلق العين العين تتكيف وترجع تاني طبعا بتتحسن طبعا الجفاف إيه كهاز اللي فيها بيخليها تتكيف وتتحسن وتبقى حلوة وتنتعش يعني أهوة الترتيب إحنا عندنا كذا نوع من الغدت غير الغدت الدمعية الرئيسية فيه في الجفن نفسه من الداخل غدت صغيرة مفرزة لبعض المواد عشان تعمل لنا طبقة من الدموع تلت مراحل تلت مراحل دموع من الدموع حتى طبقة ولذلك حتى وجدت في الأبحاث الأخيرة أن طبقة الدموع دي لو تأثرت بالحرارة والتبخر خلاص الإنسان رؤيته فعلا بتقل فكما لو إنها عدسة أصاد العدسة الربانية أصاد القرانية أصبحت دي عدسة أصاد العين فلو العدسة بتاعت النظارة نفسها مغبشة مش نظيفة مش هيش الرؤية مش بزبط طبع فبالتالي طيب الله نريح الكلام ده ازاي نريح الطبقات الدموع دي ازاي هما تلت طبقات الطبقة الملاسقة للعين تماما طبقة من إفراز القناة الغدة الدمعية الموودة في العين ودي طبقة منخفضة الكسافة شوية عن الطبقة اللي بعدها فاللي بعدها أسمك شوية المية نفسها يعني طبقات أو السائل بقى بالضبط سائل طبقة الدموع اللي هي المساحات دي لما بتشتغل بتعمل الطبقة دي حقيقي لا إله إلا الله دي خفيفة أول واحدة خفيفة أول واحدة خفيفة دي الكسافة طيب وبالتالي سريعة التبخر تمام ثم الطبقة التي تتليها اللي من قدامها على طول والأبعد من العين الوسطانية أعلى منها كسافة تمام طيب ثم الطبقة الأخيرة اللي بتفرز من الجفن طبقة زيتية زيتية حماية للطبقتين اللي قابلهم عشان ما يتبخروش بسرعة لا إله إلا الله شوف سبحانه الله لا إله إلا الله زي التنظيم والروعة لا تبقى لأن تعمل نفسها وهذا بالضبط والله رأيته الله رأيته قدرت الله بجد سبحانه الله يعني كل ضغطة هنا الجفن على الجفن وفرزت هذه كده بالضبط وفرزت هذه الطبقات الثلاث شوف حركة زي معقول يا دكتور يعني ده أقل من ثانية أو ثانية عهومة حركة ما اضطرتش أنك تسحب بتاع العربية الرشاش المية المساحات بتاع رباني إلهي فطرة لا إله إلا الله إحنا نرى الله بزمو تفصيل الله أحسنت لا فضفوك السوائل دي بتيجي منهم بقى ما نقول الحركة المخزن بتاعها منين يعني غدد دمعية بتعمل لي طبقة من الطبقتين من الثلاث طبقات دول قناة الغدد الدمعية نفسها ثم الطبقة التانية بتفرز من غدد داخل الجفن من جفن بالضبط الخيط الداخل اللي تحت واللي فوق بالضبط اسمها جوب لتسل تمام ثم الطبقة التالتة الخارجية الزيتية بتفرز من الغدد الزيتية اللي ورا الرموش مايبومينجلاند تب المنابع دي ما تجفش مايحصل لاش التراب والأتربة والدخان مظبوط وبالذات الطبقة الخارجية لانها اكثر تعرضا للايه لازم مضحك للأتربة وغيرها تلوث والحاجات دي فتتسد والكوحل والمسكرة والحاجات اللي ممكن تتحط دي بتسدها اكتر واكتر ووجود بشرة دولية ده موضوع مهم حتى المسكرة بتسد طبعا ما انت حطتك حطتها على الجفن انت عملت والكوحل اه طبعا طب ده غرض هل النبي كان بيتكحل يعني صلى الله عليه وسلم ولا كان كحال العين شكله كحال العين فقط يعني انا ما عنديش خلفية ده محتاجة تأصيل يعني كان يتكحل بكوحل الاسمد الطبيعي ام كان هو كحيل صلى الله عليه وسلم لكن الكوحل الطبيعي هو طبعا لا شك بس غلط في العين عموما يعني ما يتحطش عشان القنوات الدمعية دي مش عموما يعني بالعكس ده هو احيانا كان يعتبر علاج ده بقوله بحطتها دكتور بيفرفر عنيه بتفرفر وبتدمع والدموع دي بتبقى حلوة ما بالزبط واحيانا تكون الدموع شكوى يعني او دموع الفرح او دموع تمس وارد الدموع مش بكل الاحبار حاجة طيبة يعني الاستعمال قضي على الانسان يقولك انا بحط اطرة وهيزا الاطرة اللي بتحرق اللي بتريحني اللي بتخلينا دمع دي